الرئيس عبد الفتاح السيسي من ضمن الحاجات اللي النهاردة عملها النهاردة أجر اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولي ومع الفريق كامل الوزير وزير النقل الحقيقة أنا بيعجبني جدا التوجهات المختلفة أو التخصصات في التوجيه الرئيس عمل المواني جددنا الطرق جددنا كذا النهاردة يتحدث الرئيس عن منظومة خدمات النقل البحري في مصر لو حضرتكم تعرفوا القسطول النقل البحر المصري حالته كانت عاملة ازاي او وصلت لايه يصعب عليكم الحقيقة ولكن لما تعرفوا ايضا ان هناك عدة مشاريع مختلفة بدأت سواء في مراكب صيد صغيرة للشباب او في مراكب حاجات كتير جدا ودخول هيئة قناة السويس والترسانات بتاعة هيئة قناة السويس ثم يجتمع الرئيس مع وزير النقل ويبدأ يتحدث عن منظومة خدمات النقل البحري بما في ذلك اسطول النقل البحري المصري والمواني على البحر الاحمر والبحر الابيان على احدى استراز وبانماط عملاقة يعني بدأ الرئيس يقول ابدأوا طوروها على احدى استراز وبانماط عملاقة بما يلقى بمكانة مصر وموقعها الجغرافي ويتكامل مع محور قناة السويس كهمزة وصل بين الشرق والغرب لو حضراتكم تاخدوا بالكم احنا المحور بتاع قناة السويس عمل منطقة ضخمة جدا في الوسط ما بين القناة القديمة ثم عندك التفريعة ثم عندك المحور الجديد في الوسط كده هتلاقوا جزر او اراضي ضخمة جدا او منطقة ارض كل المنطقة دي اصبحت لوجستية بحتة يعني تقدر تعمل فيها اللي انت عايزه تبني تصلح سفن تعمل كل هذا الكلام وكل ده من ضمن المخطط ايضا سواء شرقا او غربا على الضفتين طول ما انت ماشي يمين او الشمال في المحور المبني يعني المحور انت خلاص حفرته وخلصته شان كده انت تقدر انك انت تستعد وتتحرك عليه